هذا ما العنوان اللي بش نتناولوها ونبدأه بالعنوان الأول نقرأه على موقع المغرب العنوان يقول البنك الدولي يصدي قرضين لتونس لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الفرص الاقتصادية نعطيكم فكرة على ما جاءه في المقال دانكوي فقى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الخميس على أسناد زوز قروض جديدة لفائدة تونس بقيمة 520 مليون دولار أي ما يعادل 1.613 مليار دينار بش يخصص هذا التمويل الإضافي لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجيهوي من خلال تحسين الرابط بالطرق وفق البلاغ الصادر عن البنك الدولي البارح نعطيكم فكرة وين بش تمشي القروض هذية ثم 300 مليون دولار بش تمشي لاستكمال مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس ميشي الميكنا معني ويستهدف المشروع ترشيد الويريدات من القمح ودعم صغار الفلاحين والمنتجين بتوفير الشعير لإنتاج الألبين والبذور القادرة على الصمود في مواجهة التغييرات المناخية لفائدة الفلاحين من منتجي القمح والقرض الثاني المقدرة قيمته بـ 220 مليون دولار ميشي لمشروع ممر التنمية الاقتصادية في تونس ليهدف إلى تقليص التفاوت الاقتصادي بين الجهات على مستوى الممر الاقتصادي القاسرين سيديبوزيد اسفيقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور عبر إنجاز 65 كم من الطرقات وتطوير 117 كم من الطرق الفرعية إلى جانب توفير رأس ميل لصندوق أمباكت التابع لصندوق الودائع والأمانات بغاية تحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة في المنطقة على التمويل محمود وحتى العائلات اللي بشي تأثروا بالكياس اللي بشي تعمل زادة كيف كيف راو فما فلوس في أمباكت بشي يعملوا لهم دي بروجيه خطر هو فما الكياس القديم فما عبيت حالين عليه ليه بروجيه صغار أذوكم أحسب ممكن تحسبوا ماليش هواي اللي عجيل وهذه هكاكة زادة بشي تلهاويا تبقينا للقرض راو ما يتسميش كبير ونفو انترنسيونال معناها كتشوف البونك مونديال الفلوس اللي يأخذوا فيهم الدول الأخرين معناها راو ما يتسميش حاجة كبيرة 520 مليون دولار مش أما بالنسبة لنا نحن نحسوها بحكم الوضع الاقتصادي في تونس إن شاء الله تونس اقتصادياً طولي ما عادش تستحق للقرضات كما هكاية ولو أنه لديك لاراسيون في الأوفيسية اللي يقولوا شيء ومن بعد في الفعل تبقى لقرضات جايين والقرضات الداخلين إن شاء الله يتحسن الوضع في بالي اخذ بعضنا على المديونية أنا ما عاش فيه معا شاير ما عاش نحبوا نحن ناكل قلوات لديك لاراسيون قلو شيء بون القروز راو في البونك مونديال ما ما يشفلوا فلوس رايب لا شو فلوس سي دزنفستيسمان دزنفستيسمان لا لا فهم ما فهم حتى فلوس تنجم يصبو لك فلوس كما في صندوق قمباكت ذاك أو غير وما يتصبو فلوس يتصبو هما ما ترجحهم ش بفايدة كبيرة هذا هو أصلا أساسا للبونك مونديال وأساس وراه بشيخة مع الفلاحين أنا شخصية لخبارك في هذا يوجعني مش يفرحني علاش لأنه يحكي على الأمن الغذائي وصلنا أنه ناخذ قروز تحكي على الأمن الغذائي في تونس يعني وصلنا لمرحلة ربما قريبة للجوع قريبة للمواطنة تونسي ما بردوهش نظرة سودوية برشا لأنه مش لهالدرجة ما تنسيش أميلا لو متعدين بسنوات جفاف كبيرة برشا متعدين بعامين كورونا معناها كي تجيك عامين كورونا ومبعدها جفاف كي ما حاك أي بلد بشت الظعر هو ينفسروا حاجة هذا يدوروا البونك مونديال هذا يدوروا وتونس رحي في المنظومة من الثمانين عندي برشا خبار ماذا بنا في سعن علقو